مزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة السنبولة التركية المتخصص في الشأن السوري ياسير النجار أهلا بكم سيدي مساء خيراً نحن مساء بالتزامن مع ورود أنباء عن سحب الأسلحة الثقيلة للفصائل المعارضة في إدلب صرح النظام السوري بأن اتفاق إدلب هو اتفاق مؤقت ووعد بسيطرته على المدينة مجدداً في وقت قريب كيف تقيم هذه التصريحات وتزامنها مع انسحاب أو سحب المعارضة لأسلحاتها الثقيلة دعونا أولاً نعود إلى الوراء قليلاً ما حصل في سوتي هو كان اتفاق ما بين أعلى الهرمين سواء الروسي والتركي أنا أتكلم عن اجتماع جمع الطيب أدوغار برئيس تركيا مع بوتين وكان حصيلة الاتفاق ما سيحصل في إدلب ناتج عن التوافق بين الرئيسين إذن بشار أسد لم يكن مدعو إلى طول هذا التوافق ولا حتى المعارضة السورية أصولاً وبالتالي أنا بتصوري من الواضح أنهم أصدروا رسالة أن من يتحكم بالمفاعيل الحقيقية في سوريا هو بوتين من طرف النظام وأن تركيا مفوضة من قبل المعارضة لكي تكون جالسة على الطولة هذا ابتدالي الأمر الثاني أنا بتصوري أن بشار الأسد كان من خلال خطابي أمام اجتماع الحزب البعث هو المقصود في الخطاب المحلي الترويج المحلي وليس الخطاب التولي أنا بتصوري لا أحد يستمع لخطاب بشار الأسد من أجل أن يقيم الواقع في سوريا سواء عالياً أو مستقبلياً سيد ياسر ألا ترجح أن الأسد كان لديه ضوء أخضر من قبل موسكو لتصريح بمثل هذا التصريح أنه سيسيطر في وقت قريب على إدلب لو لثقته بأن روسيا ستدعمه وربما هو تصريح غير مباشر للإخلاق بإتفاق سوتي كما حدث في الغوطة من قبل وفي حلب أيضاً سأتفق معك حول أن بشار الأسد لا يمكن أن يصلح بمفرد مثل هذا التصريح لذلك سبق هذا التصريح هو تصريح لبوكدانوب ممثل الرئيس الروسي في أشان السوري وبتصوري بشار الأسد وكأنه التقط هذه الرسالة من بوكدانوب وأراد التسويقها محلياً أما بالنسبة للمقارنة ما يحصل الآن في شمال سوريا وما حصل في الغوطة أو في درعة فبتصوري الأمر يختلف الآن نحن نتكلم عن خريطة عسكرية ميدانية الآن تفرض أمر واقع على تركيا كقوات عسكرية في الشمال أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية كقوات متواجدة في شمال شرق سوريا وروسيا كمفوض بالملف السوري على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري أنا بتصوري خطاب أردوغان كان واضحاً أن القوات التركية وأصبحت الآن قوات وليس مجرد مقاط مراقبة أنا أتكلم عن 6 ألاف مقاتل الآن متواجدين بالإضافة إلى دبابات ومدرعات وسيصل هذا الرقم خلال الأيام القليل القادمة قبل تنفيذ الاتفاق إلى 12 ألف مقاتل أغلبهم من قوات الكوماندوس إذن نحن نتكلم عن قوات عسكرية تركية صرح الرئيس طيب أردوغان أنها لن تخرج من سوريا كما صرحت ترامب سابقاً إلا بعد أن يكون هناك حال سياسي شامل على مستوى الأراضي السورية لذلك بتصوري لا يمكن لروسيا أن لا تقرأ هذا الخطاب وروسيا تعي حقيقة أن تركيا أصبحت شركة في الأرد وبتصوري بشار الأسد لا يمكن أن يتجاوز مثل هذه القوات العسكرية أو يكون له أي دور عسكري وقد سبق هذا الأمر تخلي إيران عن أي عملية عسكرية في إدلب وبالتالي أنا بتصوري الرهانات السياسية الآن حول الملاف السوري هي الرهانات إقليمية دولية وليست رهانات محلية على مستوى بشار الأسد إيران تحتاج تركيا وآخر ما تتمنى أن يكون خلاف بينها وبين تركيا خصوصاً بعد تطبيق العقوبات ابتداء من الشهر القادم العقوبات الأقسى على مستوى إيران وأنا بتصوري روسيا رضحت للأمر الواقع وخصوصاً بعد أن شعرت أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدخل بالملاف السوري من جديد وأنها ليست صاحبة الفصل في هذا الملاف وبالتالي تحتاج إلى أن يكون تركيا أقرب لها من أن تكون أقرب إلى الولايات المتحدة سيد ياسر يرى بعض المراقبين أن روسيا تسعى بطريقة وبأخرى للانسحاب من اتفاق سوتي ما مدى صحة هذا الرأي وإن كان كذلك كيف ستتأثر المعارضة من هذا بعد صاحبها لمختلف أسلحتها الفقيلة يعني أنا بتقول أن روسيا أصبحت المعادلة لديها الآن تختلف أنا أتكلم عن المعارضة العسكرية أو السور المتواجدون على الأرض أثبتوا وبشكل واضح وقاطح أنهم منسجمين مع القرار العسكري والسياسي التركي نتكلم عن تواجد قوات عسكرية تركية ولم نشهد أي تجازم ما بين القوات العسكرية التركية وأي فصائل سواء كانت متشددة أو إرهابية أو ما شابه ذلك إذن نحن نتكلم عن حالة انسجام في المستوى الجبهة من طرف المعارضة هذه الجبهات عززت الآن بأسلحة سقيلة تركية بالإضافة إلى أن الأسلحة السقيلة بالنسبة لقوات السواء تراجعت إلى الوراء مسافة ولكنها لم تسلم كما أرادت روسيا ابتداء إذن نحن نتكلم عن عنصرين وأصبح الملف التركي الآن ملف شريك يعني متدخل وليس ملف ضامن كما أرادت روسيا ابتداء عندما بدأت بملف السيتانة أما روسيا فبالتصورة هي تردخ الآن إلى أمر واقعها هي لا تستطيع أن تتدخل في مناطق شمال الشرق سوريا كون أن الولايات المتحدة الأمريكية عزفت عن أمر الانسحاب بشكل نهاي وهي ما زالت تحاول حول قضية المناطق الجنوبية في التنف أما بالنسبة إلى مناطق الشمالية كما ذكرت فأن روسيا تشعر أنها لا تريد أن تخسر تركيا وبالتالي أنا بالتصولي ليس بمخدور روسيا أن تنفرد بالملف السوري من جديد وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية صدرت مواقف على أنها عادت ولم تخرج إلا بعد أن يكون هناك حال سياسي وشامل في سوريا هل هذا يعني أن الحل النهائي أو شكا على التحقق تظن سيد ياسر؟ بتصوري أن الحل الذي يرضاه السوريين أو يتمناه السوريين ليس هو المأمول وإنما الأمر الواقع هو حل دولي سيحبط بالتنسيق ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبوجود تركيا كأمر واقع أصبحت الآن على طاولة المفاوضات بتصوري هذا هو الحل الذي تتفرضه وسيكون هناك مباركة دولية له وهذا الاجتماع المباعي الذي سيتم بإضافة ولمانيا لمباركة مثل هذا الحل إذن روسيا تعرف من جديد أن الحل السياسي هو حل يكون لها جزء من المنفع والنفوذ وليس حل كما يريده بشار أسد أو كما تريده حتى المعارضة السورية وبتصوري أن روسيا تتمنى الآن أن تنتهي المعارك العسكرية كون أنه لم يعد هناك مساحات للمعارك العسكرية خصوصا بعد وجود قوات التركية وعزو القوات الأمريكية عن المغادرة الحل النهائي يقترن دوما بشكل أو بآخر مع عمليات إعادة الإعمار يرى الكثيرون أن إعادة الإعمار هو حجر العثرة لأنه بسببه لم يتحقق هذا الحل ما مدى صحب ذلك؟ سنربط الآن ما بين أن ملف إعادة العمارك كما تريده روسيا تريد أن تصدق من خلاله ابتداء رسالة سياسية على أن الأمور انتهت وأن الأمور بخير وأن روسيا استطعت أن تنجز عملية الحل السياسي ولكن كما ذكرت سابقا صدمت هذه النتائج بقرار أوروبي موحد على أنه لن يكون هناك مشاريع لعاعدة الإعمار إلا بعد أن يكون هناك إنجاز على المستوى السياسي أنا أتكلم عن إنجاز سياسي برعاية أممية ومن خلال مظل الجينيف ولا أتكلم عن إنجاز من خلال سوتي كما أرادت روسيا ابتداء أن أتكلم عن مؤتمر سوتي التي دعت له روسيا المعارضة السورية كما سمتها وكانت نتائجها في نهاية الأمر أنها توصي توصية باتجاه مسار حل سياسي يرعاه جينيف وبالتالي أنا بتصوري ستعود خريطة جينيف إلى الحل ولكن ليس الخريطة التي ترغبها المعارضة السورية أو يرغبها النظام أو يستطيع أن يعطلها النظام وإنما هي خريطة دولية كما تريد أن تفرضها قوى النفوس الدولي المتدخلة في الشأن السوري أشكرك جزيلا شكرا متخصص في الشأن السوري ياسر نجار كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول ترجمة نانسي قنقر